مسلسل حالة خاصة واللي انتهى ادعته على منصة ووتشيت والحقيقة اللي كان عامل حالة من البهجة حالة كده كلها لطوفة والناس كلها كانت بيتكلم عنه والناس لما المسلسل خلص بيمكن كل الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي انه هتوحشونا كل طاقم العمل فنانة الجميلة غاد عادل أماني وطاقم المحاماة بقى كله طهد سوقي طبعا النجم النديم اللي عمل دور قربك من اللي عنده توحد فهمك ان اللي عنده توحد ده بني قدم ذاكي وبني قدم ناقي محتاج بس حد يفهمه المسلسل فيه كم من المشاعر الإنسانية الجميلة الحقيقة وحالة من البهجة كل حاجة في المسلسل مميزة القصة الممثلين وأداءهم يعني طهد سوقي مثلا بعد عن الكوميديا خالص وشفت انطلاقة كبيرة جدا عدد كبير كمان من الشباب اللي كان عليهم اشهدات واسعة كبيرة بعد انتهاء عرض المسلسل على منصة ووتشيت والحقيقة انه المسلسل عمل انتشار كبير جدا وكان عليه اشهدات كبيرة من قبل الجمهور وكمان من قبل النقاد ومن قبل الموسيقيين لانه المسلسل عاد اكتشاف فرقة المصريين ورجع الأغاني الهدية الجميلة والمزيكة العبقرية الأستاذ الكبير هاني شنودة والحقيقة مجموعة من الاختيارات للمسلسلات العشر حلقات أغاني يعني مميزة جدا ويمكن كل الناس كان بتقولك شفت كده على مواقع التواصل الاجتماعي دين ما زيكة اللي احنا دايما بنسمعها دلوقتي خلاص بقى ده الزوء العام من كتر من الناس شافت المسلسل عشان كده بقولكو ده اعادة اكتشاف لفرقة المصريين كل حاجة في المسلسل مميزة الحقيقة ويمكن ده اللي خلاه عنده رسالة مميزة وصلت للناس بشكل كبير كل الأبطال اللي شاركوا في المسلسل كل القائمين على العمل منتجي العمل وإنه ندي فرصة للشباب اللي احنا شفناهم هجر السراك حسنة بروس طهد سوقي المتقلق يعني النجمة أحمد طارق طبعا وقام مجد كل الناس كل كاست العمل شكرا جزيلا على الحالة الحلوة اللي انتو عملتوها لنا في حالة خاصة وانا زي زي كل الجمهور عايزين جزء تاني من حالة خاصة ان احنا استمتعنا بالعمل جدا الحقيقة وهتوحشونا